بإمكانكم مشاهدة قاعدة البناء هذه والتي هي موجودة وسط المياه انظروا إلى حجمها العملاق وإلى هذه الرافعات العملاقة والتي تم نصبها هنا يمكنكم أن تشاهدوا الآن عملية أخرى من بناء الجسور العملاقة فيمكنكم مشاهدة كيف يتم تثبيت هذه القواعد وإلساقها ببعضها البعض لتكوين هذه الجسور وإيضا يتم حفر الأنفاق والحفر الكبيرة حتى يتم تثبيت القواعد بإمكانكم أن تشاهدوا هذه الرافعات العملاقة والتي تقوم بجر هذه القطاع حتى يتم تثبيتها بهذا الشكل ولكن هذه القطاع حديدية وليست خرسانية انظروا إلى الهندسة المثيرة في عمليات البناء لدى المهندسين الصينيين اشتركوا في القناة لنشاهد معا هذا الرصيف العملاق وهذا الجسر الذي سيتم تصنيعه من قبل مهندسين الصينيين انظروا إلى هذه الآلات العملاقة والتي تم تجهيزها حتى تقوم ببناء هذا الجسر العملاق هنا وبعد جفاف هذه الأعملة وتثبيتها جيدا في الأرض يمكنكم أن تشاهدوا هذا الكمة الهائلة منها بصراحة إنها طريقة بناء عبقرية للغاية لنشاهد معا بإمكانكم رؤية هذه العربة العملاقة والمميزة والتي سيتم تجهيزها لعملية رفع هذه الخرسانة الخاصة بالبناء والتي سيتم نصبها فوق الجسور حتى يكمل بعضها البعض كعمليات البناء المعتادة انظروا إلى مدى قوة وروعة هذه الآلة المميزة والتي تحمل ما يعادل أطنانا كثيرا من هذه الخرسانة العملاقة إنها مجهزة تحديدا لعملية بناء الجسور انظروا إلى الخرسانة العملاقة والتي يتم جذبها بوسيطة هذه العربة بالطبع سيتم تثبيتها فوق القواعد الإسمنتية العملاقة حتى تثبتا ويصبح الجسر متكاملا لنشاهد معا العملية كيف تتم بطبع يمكنكم أن تشاهدوا هذه المساحات الهائلة لتركيب الجسور وهنا العربة تمر بعد أن تم وضع هذه الكمية الهائلة من الخرسانة لتثبيتها على هذا الجسر هنا يتم حمل قطع أخرى حتى يتم تثبيتها هنا وكما ترون هذا الجسر العملاق وكيف تم إنشاؤه وهنا يتأكد العمال من وضع هذه القطع حتى يتم تثبيته جيدا ويكون مضادا للزلازل الأرضية يمكنكم مشاهدة بداية بناء هذا الجسر العملاق إذنه سيمتد على طول هذا الوادي وهنا هذه الآلة تقوم بصف القطع الخرسانية بهذا الشكل فيمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم إنزالها بهذه الطريقة المميزة حتى يتم تركيبها فوق هذه الآملة إنها آلة رائعة بالفعل يمكنكم مشاهدة المدى التي يمكن أن تصل إليه هذه الآلة العملاقة مخصصة لنقل القطع الخرسانية لتركيبها على الجسور وبالطبع هي مميزة للغاية في هذا الأمر إذ أنها تساعد كثيرا في عمليات البناء إذ أن طولها وانتدادها بهذا الشكل يساعد في عملية النقل لهذه القطع الخرسانية على طول الجسر يمكنكم أن تشاهدوا كيف تعملوا هذه الآلة المميزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا وكما ترون تقوم بحمل القطع الخرسانية وتمتد بهذا الشكل على طول الواد وتمتد بهذا الشكل على طول العمول ثم تقوم بإنزال القطع الخرسانية وصفها بجانب بعضها البعض في المكان المخصص لذلك بإمكانكم أن تشاهدوا القوة التي تتمتع بها هذه الرافعة المميزة إنها حقا تساعد على إنجاز العمل بوقت أقل بكثير من الطرق التقليدية وهي الرافعات الكبيرة كل ما على هذه الآلة هو الانتداد بهذا الشكل ورفع القطع الخرسانية حتى تتمكن من وضعها على العمضة لنشاهد معاً الطريقة المميزة لأولئي المهندسين المتكرين وكيف يعملون بإمكانكم أن تشاهدوا هذا الجسر وكيف تم تشهيده بهذا الشكل كما تم تركيب سكة قطار فوقه بهذا الشكل كما ترون وانتضح في النهاية أنه ليس جسراً للسيارات وإنما محطة للقطاع انظروا إلى الفن المعمري لهذا العمل الرائع والمميز شاهدوا كيف وبعد تجهيز هذه القطاع كيف يقومون بوضع الخرسانة لصدها شاهدوا كيف يتم التقاء هاتين القطعتين الحديديتين لتشكيل هذا القوس أعمال كثيرة تتم وحفر للخنادق فيمكنكم أن تشاهدوا هذا العمل الرائع بهذه الآلات المميزة بإمكانكم رؤيته هنا كيف يتم تركيب الجسور الخرسانية برفع هذه القطاع وتثبيتها ببعضها البعض شاهدوا هذه الرافعة العملاقة والتي تقوم بشبك الحديد بهذا الشكل حتى يتلعى مع تشبكه بالقطاع الخرسانية لتكوين هذا الجسر لنرى معاً الطريقة الرائعة لتركيبه كيف تبدو ترجمة نانسي قنقر يمكنكم أن تشاهدوا كيف يستكملون العمل حتى في الظروف الليلية حتى يستغلوا كل الوقت لاستكمال بناء هذا الجسر الخرساني إنه رائع جداً يمكنكم أن تشاهدوا كيف تم بناء هذا الجسر وكيف اكتمل والآن يقومون بإزاحة القطاع لتركيبها مع بعضها البعض بهذا الشكل إذ أن القطاع الحديدية الموجودة على القطاع الخرسانية تتداخل ببعضها البعض لتصبح متماسكة وقوية ترجمة نانسي قنقر